السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله لنستمر بنشر المغرب صلينا للمغرب وقال تشتاء نعم تشتاء بزاف ومن اللي ستانينا للمغرب تصله ندو واحد كي صلي كي ودن العشاء نكسا وصلينا لعشاء بغيت نعرف واشتنك شي جائز ولا نعم جائز هذا السيد اللي دانت الامر عنده نصيب الفقه هذا ما يسمى بالجمع الجمع ما بين الصلتين بين العشاءين هناك الجمع بين الظهرين الظهر والعصر في وقت واحد والجمع بين العشاءين يعني المغرب العشاء في وقت واحد في سفارين او مطارين في سفارين او مطارين هذا مطر السلوة المغرب اشتكت صب الناس غلقوا الصعوبة انهم يمشيوا لبيوتهم ويرجعوا مرة تانية للصلاة لان المطر قد يكون مانع ففي الفقه الاسلامي هناك الجمع بين العشاءين يعني المغرب العشاء في وقت واحد يكون بادا واحد واقامتين فهو امر صواب وصحيح فقريا الله يتقبل سيد محمد امين وحضر رؤية الله يرحم والديك نعم سيدي نبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اه داعي اذا ما يوقف معي مواله داعي جلابة واللحية والكلمة اللي قال لي قال تقتل عليها الله اكبر قال تقتل عليها لا اله الى الله لا اله الى الله هذه كرامة هذه كرامة عظمة سيد محمد اسمك محمد على اسم النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم وطبعا من رأى النبي الاكرم في المنام فقد رأاه فقد قال من رأاني في المنام فقد رأاني حقا فان الشيطان لا يتمثل بي والليك يظهر لهم النبي الاكرم كيعطيهم واحدة رسالة هذه كرامة من اهل الله وخاصته احبهم النبي فيهم تصفة من الصفات سيسر من اسرار الله يظهر لهم ويقول لهم مفتاح الفرج لما تكون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم اقل لك واحد الكلام ذاك الكلام خد به كأنه عروة وثقة اياك ان تفرط فيه لانه مفتاح فرج كأنت مفتاح فرجك يا اخي محمد هو انك تكتر من الصلاة والتسليم عليه وسوف ترى التغيير الجذري في حياتك في صحتك في عافيتك في نفسيتك في اسرتك في ميزانية المال اللي عندك اتلقى اكتر بفضل الله تعالى بالبركة وفي علاقتك مع الناس وفي مقامك في المجتمع كل شيء تغير الصلاة على رسول الله مفتاح عظيم من مفاتيح الفرج والتيسير فما عليك الا ان تواضب عليها لقد ستقول لا بلا عدد بلا عدد في الحديث من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه مئة ومن صلى علي مئة صلى الله عليه الفا ومن صلى عليه الفا زاحم منكب منكبه باب الجنة يوم القيامة إلى صلة ألف مرة على النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يدخله سبنا رسول الله الكتف على الكتف يعني كأنه في مقام رفيع ودي مقام عظيم هذا الكلام اسمع واحد صحابي جليل في حضرة النبي الأكرم فقال لي يا رسول الله أجعل ثلث دعاء صلاة عليك قال إن زدت كان أفضل قال لي أجعل ثلثي دعاء صلاة عليك قال إن زدت كان أفضل قال أجعل كل صلاة دعاء عليك أو كل دعاء صلاة عليك قال إذن يكفيك الله هم الدنيا والآخرة عفيت وكفيت لكي كتر من الصلاة على رسول الله يعطي الله كل خير كل خير كل خير يعني تمنى على رب العالمين ما تشاء وغد يعطيك كنا في الديار المقدسة ومع واحد المجموعة دي المؤمنين والمؤمنات الحجاج الميامين وكنا كانت تكلموا بعد مرات في مينان ومزدلين فكيكون وقت طويل كتكون دردشة وكتلقى بأن بعض الناس هم أولياء الله الصالحين في تلك البقعة وكتحول كطالب علم كيبغي يعرف أشناء والسر لخلي هذا الإنسان يوصل لهذا المقام إنسان أعطاه الله خيري الدنيا والآخرة بالأتعب أعطاه الله الصحة والعافية والبركة والنظر فيه زينة والرزق وفير والوليد الطيبين هو مصباق للطاعات سبحان الله كيف أشهد الرجل جمع لي الله الخير كله للدنيا والآخرة كتلقى السير بسيط جدا هو أن لسانه رطب بالصلاة على النبي على أكثر ما يصلي على النبي ما يصيبه مكروه المكروه كيتم جاي عندك بلاء ربما حادثة سير ربما أزمة مالية ربما وحد الزلزل في الوضع المهني وعير ذلك كيتم جيدك الامتلاء فتتعرض الصلاة على النبي تعترضه كتقول لا هذا الرجل قلبه ولسانه يصلي على الحبيب المصطفى لا تقترب منه ابتعد عنه فتحميه تحمي الصلاة رسول الله كيكون في حماية وفي بركة والرزق يجبأ إليك سبحانك يا عظيم الرزق يجبأ إليك في المجلس كنجس في الدير المقدسة كنتكلم على هذا الموضوع فإذا بواحد سير من الأكابر دايز من ذلك المنطقة سمع غير هذا الكلام سمعه هو من الأكابر دي ذلك المنطقة فقال لهم إيتوهم بطعام هو جيبوا وحد شاحنة ممتلئة بألد وأنواع الطعام وضعها في ذلك الخيمة فأكل الناس وشاربوا سبحان الله العظيم قالوا لي لاش أعطيتي هاد الناس هادوه قال لمكن دايز وسماتكم كنت تكلموا على الصلاة على رسول الله فاستقرى في قلبي سوف ننزل الشاحنة هنا الشاحنة كتغادي بها غادي باش المعسكر دي اليمن ولا دي الباكستان فلقيت هاد المغاربك يتكلموا على هاد الموضوع فمعرفش كيفاش قلت ليه ضرب الفران وقف هنا نزل بك الخير هنا هذا من بركة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثله كفير لا يعد ولا يحصى فأخي محمد واضب على الصلاة على النبي وسوف ترى عجائب قدرة الله الحياة في الدنيا غتبلك وكأنك على عتبة باب الجنة تتنعم يغنيك الله تعالى عن الخلق أجمعين رحمته واسعة ورزقه وفير وخيره كثير وعجائبه لا تعد وتحصى فأسأل الله الكريم إن وإياكم أن يلهمنا حب النبي المصطفى وأن يجعل لساننا رطبا بذكره والصلاة عليه وأن يجعلنا من حزبه وأن يجعلنا من زمرته ويحشرنا معه يوم القيامة اللهم أمين يا ربي كريم